الله أكبر الله يا شيخ ما أخفيك تسابق الناس في فعل الخير معنا في ديوانية الروضة و أطلق تحدي في الأسبوع الماضي و كان هذا التحدي عبارة عن 2500 سهم و الحمد لله في أسبوع بفضل الله تبارك و تعالى تم تغطية هذه الأسهم و هذا دليل على أن الناس بفضل الله تبارك و تعالى تسابق للخير و تفعل الخير و تبذل الغالي و النفيس من أجل هذا الخير و نحن و الله نقول لا يزال الباب مفتوح في دعم مكتب الروضة الذي يقوم بهذه الجهود الطيبة المباركة و لهم هذا الوقف الذي هو في أحب البقاء إلى الله و أحب البقاء إلى النبي عليه الصلاة و السلام كان السهم 100 ريال 100 ريال فقط ساهم الإخوة جزاهم الله و الأخوات و بذلوا و قدموا في أسبوع واحد ينتهون من 2500 سهم و هذا بالله فضل من الله تبارك و تعالى و أنا أقول لا يزال الباب مفتوح و نوال الله على خلقه يغدو و يروح أيضا يوجد عندنا زي من أنتم شايفين اليوم ما شاء الله الديوانية حلا و تمر و شاهي و قهوة و حوامض و موالح و شاهي ما شاء الله لكن يوجد أيضا على الطاولة باقات لمن أراد أن يهدي من يحبهم و يتقرب إلى الله بحبهم أو يكون هناك يعني هدية يقدمها لشخص غالي أو عزيز عليه كوالده أو والدته أو زوجته أو أولاده أو جيرانه يعني تواصل مع أحد الأخوة زال الله خير في تويتر يقول أريد أن أهدي هدية و إن شاء الله سوف يتواصل مع المكتب سوف يهدي هدية لجار له قبل عشرين سنة ما شاء الله يقول كيف أوصل له هذه الهدية النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادو تحب و هذه هدية طبعا هدية الهدى و قيمتها ما شاء الله تبارك الله يعني مئة ريال ما شاء الله هذه بمئة ريال ما شاء الله يهديها الإنسان لمن يحب و مئة ريال يعني أحيانا يمكن الواحد يروح مطعم شيخ صحيح أو يعبي بنزيم سيارة بمئة ريال فيهديها لمن يحب أيضا عندنا الباقة الثانية و هي من أجمل الباقات حقيقة توضع كدرع في البيت ايه نعم توضع كدرع في البيت و هذه ايه نعم طيب بسم الله لو تتابعنا يمين يسارها هذه قيمتها باقة الخير مئتين و خمسين ريال جميل مئتين و خمسين ريال أما الباقة أنا اللي أشوفها يعني تصلح للوالدين للوالد و الوالدة و لمن مقامه يعني يستاهل يعني أن نهديه و أن نقدم له باقة الإحسان هذه باقة الإحسان عظيم بألف ريال ما شاء الله كل ما تذكرها من أهديتها له أو أعطيته ليضعها في مكتبته أو في بيته مرة بها و دعالها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر